اهلا بحضرتكم من جديد العلاقات المصرية العربية بتشهد نمو متواصل تحركات والإقاءات هامة لسيد رئيس عبدالفتاح السيسي مع رئيس مجلس السيادة السوداني وتوافق حول عدد من الملفات المهمة وده تزمنا مع توقيع الحكومة لعدد من الاتفاقيات الاستثمارية مع السعودية وأيضا قطر في مرحلة جديدة من العمل المشترك هنتكلم يعني في كل ده بالتفصيل مع الأستاذ أحمد ناجي أمحى رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية صباح الخير عليك يا فاندر صباح خير أستاذ هدير ويعني حالة من الاتزان السياسي اللي بتنعكس على الاقتصاد بشكل كبير بتشهدها مصر تاك شايف ده ازاي في ضوء ما يحدث من اجتماعات توقيع مذاكرات التفاهم ومذاكرات اقتصادية استثمارية مع السعودية ومع قطر ولقاء السيد رئيس عبدالفتاح السيسي أمس بالفريق ركن عبدالفتاح البرهان كيف تقرأ كل هذا مع كل التغيرات العالمية اللي بتحصل دلوقتي صباح خير على حضرك صباح خير أستاذ أحمد صباح خير أستاذ مشاهدين خلينا نقول أن أسبوحها بالفعليات الرئاسية اللي احنا بنستطيع أن نطلق عليها الدبلوماسية الرئاسية كان عندنا حوالي 12 فعالية مش عربية بس عربية وأفريقية وأوروبية ده بيرتبط في المقام الأول بدوائر اهتمام الأمن القوم المصري فيهم الحاضن الأفريقي والحاضن العربي والدائرة الأكثر اشتعلان في هذا التوقيت الدائرة الأوروبية واللي الدولة المصرية بتلعب دور مهمة فيها ده لو تبعنا بالرصد هنلاقي أن الفعاليات كانت موزعة بالتقريب تقريبا يعني باستثناء المكون العربي في هذه اللقاءات المكون الأفريقي والمكون الأوروبي كان فيهم ثلاث فعاليات في المكون الأفريقي وكان فيه ثلاث فعاليات أربع فعاليات في المكون الأوروبي وفيه خمس فعاليات على الصعيد العربي على الصعيد العربي احنا ابتدينا بقمة عربية في العقبة كان حضرها فخمة رئيس عفتاح السيسي والعهل الأردني الملك عبد الله بن الحسين الثاني والشيخ محمد بن زايد النهيان ومصطفى قازمي سيد مصطفى قازمي دولة رئيس وزراء العراق وفيه المستوى الثاني من الزيارات الدولة المصرية استقبلت ثلاث زيارات عربية استقبلنا وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني واستقبلنا رئيس الجمهورية السودانية ورئيس مجلس السيادة السودانية واستقبلنا رئيس المجلس الرئاسي الليبي السيد محمد المنفي على مستوى الاتصالات كان فيه الاتصال اللي تم مع سمو الأمير محمد بن سلمان العهل السعودي وهنا لازم نتوقف بقى عند هذا المستوى من التفاعل العربي ولازم نبقى فاهمين أن الدولة المصرية بتتحرك في هذا الملف بوعي شديد جدا للمخاطر والتحديات والتهديدات اللي بتحيط بالدولة المصرية وبالمنطقة العربية ويمكن ده نعكس من التصريحات من السادة المسؤولين الحاضرين لهذه اللقاءات المختلفة واللي كانوا بيثمنوا فيه على الموقف المصري والقدرة على التفاعل مع متغيرات التهديدات اللي محيطة بالأمن القوم العربي لما بنبص للفعالية احنا لازم ندرك أن المنطقة العربية في هذا التوقيت بتهددها مجموعة من التحديات تحدي علامي متعلق بأزمة التدخم العالمية تحدي علامي متعلق بأسعار البترول تحدي علامي متعلق بالضغوطات اللي تمارس على العديد من الدول العربية بالإضافة إلى تصاعد تهديدات أخليمية متزمنة مع مزيد من المخاطر اللي فرضت على الأمن القومي السعودي بالتحديد بعد الضربة التي وجهت إلى مصافي البترول فيه جدا لما بنشوف على الدائرة الأفريقية طبعا كان أول لقاء مع رئيس جمهورية رواندا وبعدين مع الكونغو وزير التنمية والبيئة مستدامة في الكونغو وبعدين وزير خارجية أنجولا الثلاث لقاءات الحقيقة مرتبطين بدوائر التحرق المصري لتفعيل الحراك المصري في هذه الدوائر لتأمين وشرح وجهة نظر الدولة المصرية في متعلق بتنظيم كوب 27 أو المتعلق بالمطالب المصرية المشروعة للدولة المصرية حريصة على تأكدها في ملف مياه سد النهضة على المستوى الأوروبي نحن نرى ثلاث اتصالات يمكن اتصالين من الرئيس الأوكراني بلودمير زلناسكي واتصال من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونس وكان فيه زيارة لبرونو لومير وزير الاقتصاد المالية الفرنسي في خلال هذا الأسبوع إذن أنت تتحدث عن أسبوع حافل للدبلوماسية الرئاسية اللي بيهمنا في المكون الأوروبي هذا الموقف المصري السابت من الأزمة الروسية الأوكرانية هذا الموقف المصري المتفهم والذي يقوم على مبادئ الدولة المصرية في العمل على حل أي نوع من أنواع الإزامات عن طريق التفاوض والمفاوضات والالتزام بالاتفاقيات الموقعة في هذا الشأن وأن الدولة المصرية تساند أي جهود بتبذل في هذا الإطار حماية للإنسانية ولمستقبل البشرية من أي نوع من أنواع الإزامات التي يمكن أن تتطور إلى مناحي لا يحمد عقبها أنا بيأكد أن مصر دايما بتتجه لأي اتجاه سلمي يعني كل ما له علاقة بالسلم ما بين دول العالم مصر بتسير في هذا الاتجاه دون شك أو دون قطع بالطبع سيد أحمد ويمكن هو ده اللي بيكسب السياسة المصرية المصدقية والموضوعية اللازمة في التفاعل مع قضايا الإقليم وقضايا العالم يعني العالم بات ينظر إلى الدولة المصرية بنصر التقدير نتيجة الالتزام المصري بالمبادئ الإنسانية في العلاقات الدولية وإعلاق القيم الأخلاقية التي اندسرت كثيرا خلف المصالح التي من المفترض أن تجرى على أساسها العلاقات في هذا التوقيت بين الدول صحيح عندما نشوف الزيارة الفرنسية زيارة وزير الاقتصاد وال spawnلي الفرنسي بالطبع فرنسا شريك اقتصادي مهم جدا للدولة المصرية فرنسا ممولة للعديد من المشروعات الاستثمارية في الدولة المصرية فران مصر تستفيد منها الخبرات الفرنسية في العديد من المناحي خاصة تمويل ما يتعلق بمشروعات النقل أو البيئة والبيئة دي بالذات كانت محور الاتصال مع الرئيس الوزراء البريطاني بالإضافة إلى التناول مباحثات بشأن قضاية الأزمة الأوكرانية استعدادا لكوب 27 نروح من الجانب الأوروبي للجانب العربي للجانب الأفريقي كمان تحديداً مش العربي بس لأن مبارح كان فيه زيارة مهمة جداً لرئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان عمق العلاقات الثنائية مش عاوز أقول ما بين الشعبين لأن مصر والسودان من قديم الأزل هو شعب واحد شعب وادي النيل شاهف إزاي تطور هذه العلاقات في الفترة الحالية ما حضرتك قلت ده هو محور الجغرافيا السياسية المصرية الجغرافيا السياسية المصرية تفرض على مصر أن تكون دولة عربية ودولة أفريقية أن تتحرك في هذه الدائرة أنت بتتعامل مع دولة سودان مش باعتبرها دولة أفريقية بس باعتبرها الامتداد والحضن الطبيعي للأمن القوم المصري وباعتبرها دولة عربية كمان بالأساس أمنها من أمن الدولة المصرية في هذا الإطار تستمر الجهود المصرية لدعم كل جهود التنمية في دولة سودان تقدير وتسمين الجهود التي تبزل لتجاوز الأسمات التنصيق بشأن المواقف خاصة ما يتعلق كمان بالأزمة لسد النهضة وما يتعلق بليبيا كل دي أمور جرأ التباحث بشأنها بالأمس لكن كان المعاول الرئيسي الدعم الكامل الذي توفره الدولة المصرية والالتزام الكامل بمساندة الدولة السودانية في الظروف الدقيقة التي تمر بها في هذه المرحلة ومن ثم العمل على تكوين جبهة عربية يعني أنا أقول أن هذه اللقاءات يفهم منها حتى زيارة السيد محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي بالإضافة إلى مجموعة اللقاءات العربية التي تتلرقنا لها نحن لازم نتفهمها في إطار التنسيق العربي المستمر لتوحيد الجبهة العربية لمواجهة التحديات التي تهدد أو تعترض مسيرة العمل العربي المشترك في هذه الفترة اللي بتتزايد فيها الضغوطات على المنطقة العربية في الإطار ده برضو تزامنا مع زيارة الفريق أو الركن البرهان عبد الفتاح البرهان كان فيه زيارة السيد محمد المنفي ودي زيارة مهمة جدا لأن الدولة مصرية لديها ثوابت في هذا الإطار تلتزم بها ضرورة دعم الدولة الليبية وضرورة التوصل إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في توقيتها ودعم كل الجهود من أجل توحيد الصف في الداخل الليبي والتمسك بطرد الميليشيات والتنظيمات الإجرامية والعسكرية المسلحة التي تعمل في الداخل الليبي سواء تابعة لدول أو تابعة لتنظيمات إرهابية ومن ثم التأكيد على ثوابت المصرية في هذا الملف لأن مصر تبحث عن الاستقرار في الجبهتين حاول أمن قوام المصر في اتجاهه الغربي في اتجاه الليبي والمجال الحاول أمن قوام المصر في اتجاهه الجنوبي في اتجاه دولة سودان وإثيوبيا صحيح وده كمان يعني بيأكد حالة التكامل والتعاون اللي بتحصل مسألة التعاون العربي العربي ونحن نتكلم عن صندوق الاستثمارات السعودي بيدخل مصر باستثمارات جديدة نتكلم عن وجود وزير الخارجية القطري ووزير المالية القطري واستثمارات عربية جديدة داخل مصر إنعكاسات ده وتأثيره خصوصا فيما يحدث عالميا والأزمة الأوكرانية الروسية إنعكاس هذا التعاون العربي العربي على مصر وعلى شعوب المنطقة العربية إحنا رجعنا يعني إحنا عملنا المسح رحنا الأوروبة رجعنا أفريقيا والعرب ووصولا إلى الدائرة العربية الدائرة العربية إحنا لازم نتفهم تماما أن حان الوقت للمصالحة العربية الحقيقية ما يحضر في العالم من أزمات وتحديات سواء ما يتعلق بالاقتصاد العالمي أو ما يتعلق بالتهديدات الأمنية التقليدية وغير التقليدية يتطلب تنصيق المواقف العربية يمكن في الإطار لا يمكن أن نغفل الزيارة التي قام بها السيد بشار الأسد رئيس السوري إلى دولة الإمارات العربية المتحدة ولازم نبص للقاءات المصرية في هذا الإطار لا يوجد بين الدول عداء دائم أو صدقة دائمة لكن يوجد بين الدول علاقات مصلحية يمكن أن تؤسس وفقا لتفاهمات في توقيتات معينة لدرء المخاطر عن هذه الدول وبالتالي لا ينبغي علينا معتقد دور الدبلوماسية المصرية وحالة الاتزان السياسي اللي احنا كنا نتكلم عنها يعني كيف تخدم الاقتصاد وهنا لازم نتفهم أن هذا التحرك العربي لتوفير الدعم اللازم لإقتصاد المصري في هذه المرحلة نابع من الإدراك العربي الواضح واليقيني أن مصر هي عمود الخيمة الحامل للمنطقة العربية وأن التعاون العربي المشترك في هذه المرحلة أمر في غاية الأهمية لا ينبغي التنازل عن توفير الدعم الكامل المتبادل بين هذه الشعوب في إطار توافر الرؤى مش معنى أن هناك استثمارات لأن هذه الأقويل ترددت على مواقع التواصل الاجتماعي لازم نتفهم تماما ونرجع نقرأ طبيعة هذا الدخ الاستثماري وأين يوجه لأن هناك لابس شديد في فهم مواقع التواصل الاجتماعي والسيدة مرتدي مواقع التواصل الاجتماعي لطبيعة هذه الاتفاقيات وهذا الدعم الذي تم تقديمه ولازم نتفهم طبيعة هذه العلاقات كمان ولازم نتفهم أن مصر هي الأخ الأكبر والدولة الكبرى في هذا الأقليم وهذا الوطن العربي ومن ثم هذه الجهود المصرية الحسيسة لدرء الصدع الذي إصاب العلاقات العربية طوال الفترة الماضية هي جهود تسمى لتفعيل مقدرات الدول العربية اقتصاديا وسياسيا على مواجهة التحديات القادمة ومن ثم نتفاعل إيجابيا مع هذه التحركات المصرية نسمى جهود الدولة المصرية ونسمى جهود الدولة العربية الداعمة للدولة المصرية في هذه المرحلة لأن أي نوع من أنواع التهديد الذي يمكن أن يطال الدولة المصرية هو تهديد مباشر للأمن القومي العربي ويمكن الرسالة دي كانت واضحة في كل اللقاءات التي تمت وتم تثمين الدور المصري في حماية مقدرات العربية وحماية الأمن القومي العربي لما بنبص لهذه التطورات وهذه المصارات المختلفة عبر 12 فعالية في خلال أسبوع واحد منهم اتصالين هاتفيين من الرئيس الأوكراني لازم نتفهم موقع الدولة المصرية في قلب العلاقات الدولية ولازم نتفهم موقع الدولة المصرية في إدارة ملفات السياسة الدولية ونفهم محورية هذا الدور وأنه باتت مصر على اشتباك واضح وتأثير واضح في إطار التزامها بالمبادئ الإنسانية والإخلاقية في إدارة ملفات سياساتها خارجية والتزامها الواضح بالاتفاقيات القانونية وده يمكن اللي تركزت عليه الأحاديث الأفريقية والأوروبية ما تطرق منها إلى ملف سد النهضة أن الدولة المصرية ملتزمة بالتزام دائم وعادل يحقق مصالح شعوب وده خطاب مميز جدا يحقق مصالح الشعوب ويحقق الأمن والاستقرار اتفاق قانوني وملزم لا يمكن لطرف فيه أن يفرض إراداته على الأطراف الأخرى وهنا قمة الرشادة وإدارة هذا الملف بعقلانية شديدة جدا بتحسب للدولة المصرية وبتعتبر نموذج يمكن أشدد به الزيارات الأفريقية للدولة المصرية أن مصر دولة تعمل على تحقيق الاستقرار في محيطها الأفريقي وفي منطقة الشرق الأفريقي أو منطقة القرن الأفريقي وده حاجة مهمة جدا بقت وسم أو علامة وطنية للدولة المصرية في إدارة ملفاتها الخارجية والفضل في ده للدبلوماسية الرئاسية والاستراتيجية التي تم وضعها من قبل فخامة رئيس عفتاح السيسي والتنفيذ الجيد لهذه السياسة من قبل وزارة الخارجية المصرية والأجهزة المعنية بإدارة هذه الملفات طيب السيد أحمد يمكن حدثت عن دور الدبلوماسية الرئاسية تحديدا في إدارة العديد من الملفات برشادة وبحنكة أيضا تستطيع أن تلبي احتياجات المنطقة ككل بشكل عام أولا ومن ثم أيضا متطلبات مصر لما يخدم مصالح كل الشعوب ليس فقط الشعب المصري لكن عاوزين نتحدث أيضا عن الدبلوماسية المصرية يمكن بأيام ليست بعيدة كان في احتفال بمئوية الدبلوماسية المصرية إيه هي دور الدبلوماسية المصرية في الفترة القادمة لتعزيز دورها وفتح أفاق جديدة للتعاون أو ما بين الدول العربية ككلين طيب يعني خلينا نتوقف عند دور الدبلوماسية المصرية ونتفهم أنه في إطار التحرك المهم للدولة المصرية لدرء المخاطر والتهديدات التي كانت بتواجه الدولة بعد اندلاع الحرب الأوكرانية لازم نبص على الجوالات التي قام بها سريعا السيد سامح شوكري وزير الخارجية والأجهزة الأمنية المسؤولة في هذه الدولة لتوفير الأمان الاقتصادي والأمان المعيشي لهذا المجتمع وهذه الدولة وهذه التحركات كانت تحركات جديدة على مستوى العديد من الدول يمكن في نطاق الدول الأسيوية وفي نطاق الدول الأوروبية لتأمين والتأكيد على الموقف المصري السابت في هذا الإطار تاني حاجة أن الدبلوماسية المصرية تعمل على توطيد أسر التعاون بين الدول العربية وفي هذا الإطار في تفهم كامل لمتطلباتهم مقتضيات التحدي الذي واجه هذه الدول ومنسمى الخارجية المصرية منفتحة تماما على التعامل مع المستجدات على الصحة العربية بما يتوافق مع توجهات الإدارة المصرية في التعامل مع التهديدات المحيطة بالمنطقة العربية يعني إحنا بنسخر جهود الدبلوماسية المصرية بالفعل لتحقيق الاستراتيجية الموضوعة من رأس السلطة التنفيذية فخمت رئيس عفتاح السيسي وده استجابات سريعة جدا بتمليها الظروف على وزارة الخارجية المصرية في أداء دورها المنوط بيه اللي بيعتبرها أحد المؤسسات أو الوزارات السيادية في الدول المهم في هذا الإطار أن احنا نتفهم أن هذا التحرك بينصب على دعم المطالب المصرية أو دعم الأطروحات المصرية فيما يتعلق بالعدالة البيئية اللي احنا بنتكلم عليها وده الوزارة الخارجية بتقوم بدور كبير فيه بتوضيحه بالتعاون مع وزارة البيئة أن إزاي الدولة المصرية حريصة على تحقيق العدالة البيئية وطرح عليهم ملفات كذلك وزارة الخارجية بتدعم بقوة العلاقات المصرية الأفريقية ويمكن حراك لما بنتكلم على زيارة وزيرة البيئة والتنمية في الكونغ وبعدين زيارة وزير خارجية أنجولا للدولة المصرية أنت بتتكلم عن جهود بتحسب لوزارة الخارجية في تمتين العلاقات مع الدائرة الرئيسية للتفاعل أو الحضن الرئيس للتفاعل الأمن القومي المصري اللي هو الحضن الأفريقي ومنسمى التحركات على هذا المستوى تحركات ذات نمط إيجابي ذات نمط فعال بيحسب لأداء الدبلوماسية المصرية ومؤكد أن المرحلة القادمة ستشهد مزيد من التطوير لتوضيح رؤية الدولة المصرية بشأن كافة الملفات وقضايا الشائكة في الإقليم وفي العالم عطيم باشكر حدريك شكرا جزيلا أستاذ أحمد نجي أمحى رئيس تحرير مجالات أساس الدولية نورتنا النهاردة في صباح الخيام شكرا جزيلا شكرا جزيلا كل سنة أحدك طيب رمضان كل سنة أحدكم طيبين اشتركوا في القليقناة